وهيدي المساحة عملياً هي اللي بتخلينا بتساعدنا على إنه نكفر ضمن مستحيلات كتيرة وإذا ما ساعدت إنه نكفر يمكن هيك تستفزنا للحظات نبتسم شوي ننبسط نرجع نجرب نلاقي طريقة تانية يمكن لنكفر بأهل المشاكل كلها تاب إنتاج هذا المعرض بقلب أزمة اقتصادية مخيفة عم تسير بالمدينة عم تسيبنا كل اياتنا عم تأثر على يومياتنا يا ماتا كل حكيم حكيم ما بتروح إلا على الراحة tout commence en 2011 moi je suis journaliste à l'hebdo magazine et j'ai une chronique sur les lieux de mémoire de beyrouth entre autres les caves du roi qui était le night club le plus connu des années 60 et à l'intérieur je trouve des centaines de papiers administratifs et des milliers négatifs هذا المعرض مقصوم بشكل رئيسي لأسمان جزء بتناول بيروت اليوم وعلاقتنا مع هيد المدينة و جزء التاني هو عودة إلى بيروت الستينات ولكن مش فقط الجزء المجد وعصر الذهب توا بيروت الستينات وإنما كمان محاولة قراءة تحليلية نقضية نعم المترجم الى المترجم الى المشاهدة إذا سنتقل إلى الإنسانية لا تهتم بالنسبة لي تلقوا في حجم الغ أسألين عليك تجدد شيئاً مجاباً مجاباً من حجم أن تلك المترجمات من الممكن إذا أعرف خلقه يجرب البطرة على المساولة المساولة وعلى المساولة تم تطاقات الكرابة والإبسانة والدولة والمساولة والمساولة قوية التحديد، مدينة على الموضوع الوقت وذلك المساولة، وضبعت فعلها في بيروت مرة أصدر نساء على محببات التاريخ نساء على محببات التاريخ لكن بعد ثم نتوجه بشكل كبير وشاركات أكثر مستثلة بسبب بعض المحببات لبناء في تجارب التاريخ 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 وخصوتي التاريخ 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 تدرسوا البناء التاريخ يكون هني عندهم المساحة الأوسع للتعبير ولكتابة تاريخ هذه المدينة هيدا الفيلم هو العودة على بيت أهلي في لمصيتوه وهو عن حالة الفئدان وحالة الانتظار وكانت حال بأنه صلت على لمصيتوه أن تحس هي ما أخذت حقه أبداً بالزاكة البانتية بمنطقة هي كانت مختلطة نسارية كتير قدمت بالحقل السياسي وما كان أبداً من سمع عنها التجهيز هو بيقلب غرفة الأنّاس وإما لما كانت حبل فيه ضاعت على الطريق هي عم تعمل زيارة وزاعت على طريق الشام كانت 83 وثمانين وصر مني سيكوار جاية لورا أنا بحكي عن هيدا الجيل يلي عايش سلسلة مقسات وسلسلة فقد وسلسلة خسارات أنا بشوف بيروت اليوم ورشة كبيرة مع كثير رمل ومع كثير عمار وتهديم إلى آخره واللي عملته على الصعيد البصري هو حوض الرمل الي هو اليوم الورش ببيروت منذ إعادة إعمار بيروت لليوم هي نوع من الأرشيف السماعية مجموعة انترفيوز عملتهم مع أشخاص راحوا أو عرفوا مبنى الكارمل سان جوزيف اللي كان مدرستة ويلي تحول بسبب ظروف البلد لمجمع تجاري ففكرة العرض بحثاته عن مرأة ترقص بمدينة من بعد الأبوكاليبس وبالعتمة وبتطردها عيون بعدها موجودة بها المدينة فهذا العمل انه صار بفترة كتير صعبة بالبلد وقتها يعني كل الاشياء اللي بتساعد لانه نصور والمنتج والتهربة وكلها كان كتير صعب علينا الانتاج وعبالنا انه الناس تقدر تعيش تجربة مختلفة من المعارض اللي هي فيها تجربة لشخص لحاله وكلنا كنا بزيت لوات عم نول انه حتى نحنا بحاجل هاد المساحة وين نسمع غيرنا كيف عم بفكر بالمدينة نتفاعل مع عرق غيرنا بهذا التفكير بهذا البحث بهذا النقاش حاول هووية المدينة تريخ المدينة السططة اشتركوا في القناة